بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ومرحبا بالجميع موضوع الحلقة وهو طريقة علاج مرض الزكام عند الكناري وكذلك سأوضح لكم الأعراض والأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض وسنبدأ بالأعراض لكي نعرف ونحدد هل طائرك مريض أم لا وأنت من تحدد وتلاحظ وتشخص لذلك سأعطيكم العلامات التي تثبت أن الطائر مريض بالزكام أولا ملاحظة ابتلال الريش المتواجد بمنطقة الأنف والعين ثانيا خمول وكسل الطائر طيلت اليوم بدون حركة إلا للأكل ثالثا نتف وانتفاخ ريش الطائر وانخفاض الجناحين رابعا الوقوف على أرضية القفص لأن الطائر يصبح غير قادر على شد توازنه وبذلك لا يقدر على الوقوف في المجاتم لذلك يستسلم للجلوس في أرضية القفص خامسا ضيق في التنفس مما يتوقف الطائر نهائيا عن التغريب فهذه هي العلامات الرئيسية لمرض الزكام فهنا حددنا هل طائرنا مريض بالزكام أم لا لكن قبل إعطائكم وصفة العلاج هناك من يطرح السؤال ما هي الأسباب التي تؤدي إلى مرض الزكام فأغلب هذه الأعراض التي ذكرت تكون دائما بخطأ من المربي لكن غير مقصود ومن بين هذه الأخطاء الشائعة وهو إعطاء طيور أوعية الاستحمام في أيام باردة وشتوية وكذلك هناك من يأخذ بخاخة الماء ويبدأ برش طائر قصد الاستحمام والطائر يكون لا يريد الاستحمام وأنت ترغيمه بذلك البخاخة فهذا خطأ كبير وكذلك عندما نخرج طيور صباحا من غرفة دافئة إلى السطح أو وهو فمباشرة يصاب الطائر بضربات البرد إذا كان الجو غير معتدل وكذلك في الأيام الباردة والجو الشتوي نترك الطيور في البهو أو السطح فطائر لا يتحمل بذلك قوة الجو البارد وكذلك عندما نعرض طيور لتيارات هوائية مثل وضعه في السطح النوافذ وغير ذلك فالطائر يصاب مباشرة بالزكام لذلك يجب أخذ الحيطة في هذه الأمور أما بالنسبة لطريقة العلاج فأول شيء نقوم به هو عزل الطائر في قفص فرضي ونقوم بوضعه في قماش أو علبة كارطونية للتدفئة وبعد ذلك نقوم بإعطائه وصفة طبيعية لمدة أربعة أيام تحتوي هذه الوصفة على البصل والتوم والحامض فالوصفة كما في الصورة نضع قطعة من البصل وقطعة من التوم وثلاث نقاط من السطح أو الليمون فهذه الوصفة مضادة للزكام وتشفي الطائر بطريقة جيدة فكما تلاحظون في الصورة أعيد لكم نقوم بوضع نصف فص من التوم والبصل وثلاث قطرات من الليمون ونقدمه للطائر أربعة أيام متتالية لكن نقوم بتغييره كل يوم وكذلك نقوم بتعطيش طائر لمدة ساعتين قبل إعطائه هذه الوصفة وكذلك هذه الوصفة يجب تحضيرها ساعتين قبل إعطائها للطائر أتمنى أن تفيدكم هذه الحلقة والسلام عليكم